استقبل معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية صبح اليوم بمكتبه وفدا يضم مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة ميتشيل بيلفر وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرية وقد أكد معالي أهمية تكثيف مثل هذه الزيارات الرسمية من أجل تقوية العلاقات مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين وتبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية هذا وقد أطلع معالي أعضاء الوفد على الإنجازات والمكاسب الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين منذ إطلاق مثاق العمل الوطني الذي تحتفل المملكة بذكراه الخامسة عشرة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد المفدة والذي أسس لتجربة ديمقراطية فتية ورائدة وكرس دولة القانون والمؤسسات وأكد مبدأ الفصل بين السلطات وعزز استقلالية القضاء وصان الحقوق والحريات وارتقى بمكانة المرأة كشريك فاعل في الدولة والمجتمع وأكد معالي حرص البحرين على تعزز تجربتها الديمقراطية وتقوية أواصر التعاون مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي مضيفا أن ما تمر به المنطقة من تحديات وأخطار جسيمة تستدعي تضافر جهود كل الدول من جانبهم أشهد أعضاء الوفد بما حققته مملكة البحرين من تطور في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية